كابتن محمد أجل حضرتك يمكن الفتاة دي تم استحداثها يمكن أنت ظلامت شوية في التوقيت جيت بدري جيت شريك متأخر والوقت مضغوط كلمني إزاي بالنادي الأهلي تكلم معاك توريط المسؤولية إمتى يعني كلمني إزاي بدأت رحلتك مع الفتاة في البداية طبعا أنا يعني بذكر حقيقة على الاستضافة دي طبعا في قناة النادي الأهلي يعني الشرف لا أحد أنه يبقى متواجد مع حضرتك وفي قناة النادي الأهلي ربنا أخليك طبعا الاتصالات طبعا من خلال كابتن مودي الجرحي هو التواصل معايا وبعدما السيفي الحمد لله أنال أعجب يعني الإدارة طبعا الوقت زي ما حرك قلت كده كان دايق جدا لأنه كانت الفارقة بتتمرن لوحدها مع طبعا باشكر كل الكوتشز اللي مرنوهم قبل ما ناجي يعني وبعد كده الحمد لله يعني كابتن خادر عودي الحمد لله كلم مع كابتن مودي وكابتن مودي كلمني والحمد لله توليت المسؤولية بالزبط يعني في عشرين تسعة أنا نزلت الملعب عشرين تسعة أخبر جدا ماشي كده أنا بقول طيب حدك كنت فين قبل ما تيجي نادي الأهلي مرنت مين اشتغلت مع مين يعني برضو عرفنا أكتر بتاريخك في الأعمار دي خاصة لك خبرة كبيرة في الأعمار السنية بصحاكو أنا طبعا اشتغلت مع فرق كتيرة جدا وعندها كتيرة جدا أخيرهم نادي هليوبلس مع طبعا مش بقول عليه كان الهيد كوتش بتاعي كنت بقول عليه طول الوقت ان هو يا أخوك كبير ان هو فتح لي فرص مجال كتير جدا في البوسكت يعني كابتن هاب الألفي عدنا في هليوبلس ثلاث سنين ونص مع بعض أنا كنت المدرب العام لفريق هليوبلس درجة أولى سيدات فالمرحلة السنية بتاعت كوطاع الناشئين دي كانت بعيدة شوية بس طبعا علشان كان برضو بيتساعد لعيبة موجودة معنا وكده فكنت قريب منهم جدا فالحمد لله يعني دي آخر مرحلة بلاس بقى ان انا الحمد لله كنت المدرب العام لفريق سلاك مع كوتش زيلكو في البييل اللي هو حركة طبعا متابعة سيزون تور الحمد لله والحمد لله بقى باشتعمها لصطف بتاع الامبييل الحمد لله باشتعمها لصطف بتاع البييل فلا الحمد لله يعني خبرك كويسة وقت يعني استفدنا منك في نادي الأهلي ربنا خبهيك والله لا ده شرف لي طبعا